دكتور جمال 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 جابني انا اليوم استردت الحد ما كان نخدمش ما كان نتحركش ما كان نخرش جابني لهليك زين اكيد المسألة اللي كانت تتعلق بالمحروقات العلاقة السببية واضحة ومباشرة وكيف كانت الحكومة عندها جرأة باش تحيل الدريبة شنو اي وقع قاعدة تحرنا هذه الدريبة دي البنزين لمدة سنة vedere نقولنا نسمع هذه الدريبة ونقيموها مع 100 مليار اللي اعطينا دي المختطة الأخضر و ال 153 مليار اللي اعطينا القيارنا ماذا سنخسره سيا اى زمي تبقى ليه عندك صوابق في characters عندك فكرة هتكون عندك فكرة لم نcockش لهذه العرض و helped 153 مليار من المال لا 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 لننصل الأمر إلى هذا المليئة أنا أراك بالتأسف لديكم الضراسة والدريبات إن لم يكن أطلق هذا سيكون أولاً على نفس عليه المواطن اليوم كاملهة النفسية أكثر لماذا؟ لأن المغرب صابور المغربي صابور لديه طيبة اهتمام أهتمام به صدق في الكلام معه لا أعطيه لا دعاً لا تتدامن معك والله يتضمن معك واللي عنده يعطيه لك واللي عنده القليل يقسمه معك أعطيه لكلمة طيبة ويحسبك صادق شونك يزيد طين بلا هي ما فهمتش علاش أعداء الحكومة بحكمتها أعطينا بالدر وهرب للقدام وش هرب للور؟ وهرب للقدام قال لنا سيرونا كسيرهم وسيروهم إلى الوارع يسيرون زماننا كأهله وأهله كما ترى يسيرون بسيره وسيرهم إلى الوارع القرد سيد المجلس والليث جالس وارع يعني فعط لي وجه الناس المواطنين أنا نبغيهم يقولوا لي لا يكلف الله نفسا إلا وسعى رحنا تقارنا رحنا جينا في واحد الحكومة في حضرفية عالمية استثنائية وعندنا عامين ديال الجائحة وعندنا وعندنا نعونهم أنا في الأسباب وقلنا رغل غالب الله ولكن نحن سنجدر وجهدنا ويقع استرسال في التدخلات وفي التواصل وفي اللقاءات باش نوصل للمغربي الأزمة اللي أنا كنعيشها أنا كحكومة باش يمكن لنسير الشئ العام واحد جوج من اللي كانت تطلبوا منهم يتواصلوا نادوا يتواصلوا اللي حوث نحضى أنا عندنا ذاك الناطق الرسمي بالحكومة خصو من يخرج مجلس الحكومة خصو يدير ذاك البركة أنا ما فهمتش بعدها كيفاش الناطق باسم الحكومة يخرج فرحان في ذاك يجب أن يخرج عرقان يجب أن يخرج متحطح يجب أن يخرج فرحان أسئلة بسيطة نحن كاريزة في السنس ويبني ويويسان وغادين والعمزين لا يجب أن يعراق يجب أن الأسئلة الحقيقية ويجب أن الاجتهاد المساو في الصحافة لكي يحرجوا بالأسئلة الحقيقية اللي يعيش المواطن ونحن كمقاري غادين في ذاك شي كل ما يفعل والأسئلة بسيطة ويجب أن يجب أن يكون مرتاح ولكن جاء في آخر خرجة دياله أسئلة يتواصلوا معنا قلوا لنا شنو درته الأزمة الغالة شنو درته قل لك خرجنا بليجن محلية ودازت على خمسة واربعين ألف تاجر شكلوا التاجر اللي مشين عنده ملحانوت وش ملحانوت في الدهشة حاجة فاتش هذا ملحانوت كتوصلوه مطيشة بسعود درام عليش ميبعاش وعشر درام شنو بغيت إباد ملحانوت خمسة واربعين واحد جوج ويتباهى بأرقامه ويقول أننا حررنا ألفين ومائتين والألفين واربع عميات محضر مخالفة وأتلفنا مئات الأطنان من الحلويات واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والخضروات والتوابل هذا الشي هذا ما تحررش كنا غلنا ناكله كان فكر شنا هذا الشي والسنوات اللي قبل والشهر اللي قبل را كنا ناكله حيث ما عاد خرجوه واشتغلوه القوادش كله هذا أعطاه باب هذا الناطق الرسمي بالحكومة بإسم الحكومة أعطاه باب لأي مواطن وقالوا تسموم غدائي باش إذا بيدعي الحكومة مباشرة العلاقة السببية تابتع في المسؤولية التخصيرية لقد أنا أصيبت بضرر بسبب تقاعسكم وتخصيركم ها هو الرئيس من الضوق الناطق بالرسم بإسم الحكومة هو تيقولع عبنا دوشتغلوه يعني ملكانه ما كنشتغلوش هاشي كله احنا كنا معرضي الليه إذن حرد أنا بعدش خصيا حرد ملكان تلبو التواصل ما كانش تواصل سكات ومليه النوض يتواصلوا يزبلوها واش ما عندهمش مستشارين إذن وصلت الواحد السنتاج بسيط جدا وانا نقوله أنا في قلب مني كان بكي في قلب مني وانا فوقاش الحزاب السياسية مليه ما تكونش عندهم الأطور والكفاءات بش يساهموا في الحكومة فوقاش هاد يقدروا يقولوا ما عندنا ما نعطيكم حنا للحكومة ما عندناش قطور ما نعطيكم ما نعطيكم ممتاهميش ما ما نعطيكم ما نعطيكم ممتاهم بعضنا